هل مشكل اسم المستخدم على تطبيقك الخاص سنابشات؟ اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال ضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بنزول الأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة نقوم بنزول البحث عن تطبيق السنابشات في هذه النافذة الخاصة هنا سوف نقوم بنزول نضغط على سنابشات ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق يكفي أن تضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها تقوم بالنزول تضغط على مكان التخزين ثم نضغط على مسحى البيانات وبعدها تضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم سوف نقوم بالذهاب لما ترغب هنا نقوم بالتغطى عليه ثم سوف تقوم بالبحث عن تطبيق سناب شرط ليظهر معك على هذا الشكل تضغط على تحديث ليتم تحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا اشترك بالضغطة ونلتقي في فيديو آخر ان شاء الله